موسيقى صباح الخير أعلن وزير الصحة حمد حسن بعد اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة أننا أوصينا بأقفال البلد لمدة أسبوعين باستثناء المطار وقال لا يمكن الاستسلام في هذا الوقت وسنظل نرفع الصوت ولابد من التشدد بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وأضف سيتم تفعيل مركز إدارة الكوارث التابع لوزارة الصحة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ليعمل 24 ساعة على 24 وسيعلن عنه قريبا جدا وذلك بسبب تخلف عدد من المستشفيات عن استقبال المصابين وألفت إلى أن كل ما نناقشه هو لتفادي الانزلاق السريع نحو التفشي المجتمعي فمعظم المناطق اللبنانية فيها إصابات ونطلب من البلديات والمحافظين العودة إلى التدبير رقم 4 والعمل كأن الوباء قد بدأ الآن وتابع بالنسبة للوافدين يجب أن يتفهموا حساسية الموقف وعملا بالإجراءات المأخوذة في بعض الدول هناك توصية بإلزامهم بالحجر لعشرة أيام وإجراء فحصي البي سي آر مشيرا إلى أن هناك ضغطا إضافيا على المختبرات بسبب البي سي آر والمواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم ما يؤدي إلى بعض البطء في إعلان النتائج دعا الاتحاد العملي العام الحكومة في بيانا إلى اعتماد نظام مناوبة دائم في الإدارات الرسمية والمصالح المستقلة والبلديات والشركات والمؤسسات الخاصة والبنوك يخفف من الاقتضاظ ويحمي الموظفين والمواطنين من خطر كورونا ويؤمن مصالح المواطنين بنفس الوقت وذلك حتى الانتهاء من هذه الجائحة ودعا أيضا إلى اعتماد وسائل الحماية الصارمة في التنقل من وضع الكمامات والقفزات والتعقيم الدائم للمؤسسات وأثاثها تجنبا للعدوى الناتجة من الاختلاط والتواجد الكفيف في بعض الأماكن دخل عدد من المحتجين إلى مبنى وزارة العمل مطالبين الوزيرة لم ييمين بالاستقالة وشددوا على ضرورة تحسين أوضاع كل العاملين في البلد رافضين الصرف التعصفي الذي يتعرض له الموظفون في مؤسساتهم أكد رئيس اتحادات نقابات النقل البري بسامة ليس أن المعينة الميكانيكية ملك للدولة اللبنانية ولن نقف موقف المتفرج وأعلن في مؤتمر صحفي من الاتحاد العملي العام أنه هناك توجه لأقرار إعفاء السائقين العموميين واللبنانيين من رسوم الميكانيك لمدة عام وهذا الانجاز إذا ما حصل في جلسة مجلس الوزراء غدا فهو يعود بالفضل لقطاع النقل البري الذي دع رئيس الحكومة حسين دياب إلى هذا الموضوع والخير فيما وقع أنه تم إعفاء كل اللبنانيين ونقول لرئيس الحكومة شكرا على المشروع ويجب أن يبصر النور سريعا ودعت ليس اللبنانيين لعدم التوجه لإجراء المعاينة الميكانيكية لسياراتهم لأننا ذاهبون إلى الإعفاء من الرسوم الميكانيكية أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران ستتخذ الخطوات اللازمة ردا على اعتراض الطائرة فوق دمشق ولجعل الأمريكيين يندمون ورأت أن الإجراء الأمريكي الأخير هو تهديد إرهابي ينتهك جميع العراف والقوانين والدولية مستبعدة أن تحقق الولايات المتحدة مآربها وأن تتمكن من إجبار بقية الدول على الخضوع لما تريده أخيرا أفدت شبكة سكانيوز بأن السلطات الصينية أعلنت وضع يدها على مبنى القنصولية الأمريكية في تشانكدو بعد إخلاء الأمريكيين له وكانت الصين أمرت يوم الجمعة بإغلاق القنصولية ردا على قرار الولايات المتحدة إغلاق القنصولية الصينية في مدينة هيوستون إلى هنا نصل إلى ختام الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر